هو الوفد الجديد على البطولة الاحترافية فريق نادة الزمامرة الفريق بدى باكرا تحضيراته لبطولة الموسم المقبل واختار مدينة الجديدة كوجات لمعسكر الاعدادية الذي انطلق بداية شهر يوليوز المنسرم القائمون على الفريق وضعوا ثقتهم في الإطار الوطني يوسف فرتوت لقيادة دفة الفريق في أول تجربة لممثل الزمامرة بقسم الأضواء تربوس الإعدادية دز في ثلاث مراحل المرحلة اللولة كانت تعرف على اللاعبين اللي صعدوا بالفريق القسموطين الأول عن قرب لأنني كنعرف فيهم بعض اللاعبين اللي سبق اللي يدربتهم وبعض اللاعبين اللي ما كان عرفهمش فكان أسبوع اللول التعرف على اللاعبين وماذا جاهزيتهم القسموطين الأول الأسبوع الثاني كانوا فيه لريكريتمون دي الخاصاص اللي عندنا في المراكز اللي غنحتاجوا هذه السنة هذه والمرحلة التالية بدناك أخدمه فاعلة لمجموعة ككل فالمهم عندنا الأول الأولوية أننا ندير الرجلين في القسموطين الأول ونستحقوا عن جذار واستحقاق وأنا ذلك سيبانوا المشاريع يوسف فرتو الضم خلال الانتقالات الشتوية ما يقارب العاشرة لاعبين أغلبهم لديهم خبرة بأجواء البطولة الاحترافية كإبرائم البحر وعبد السماد لمبارك وياسين الحواسل وغيرهم مما راكموا تجارب عديدة رفقتين دي القسموطين الأول هذا أخذ الفريق مبارتين وديتين أمام كل من الفتح الرباطي وملودية وجدة انتهي بأزيمة أبنى أزم أمرى كما شارك الفريق أيضا في دور عبد الرحمن اليوسف بمدينة الدار البيضاء نحن راهنا على ثلاثة الأشياء يعني اللاعبين مجرابين لديهم تجربة كبيرة وعندهم كفاءة عالية بشي يعطيوا ذلك الخبرة ديالهم وذلك تجربة اللاعبين الآخرين الصنف الثاني ذي اللاعبين هو اللاعبين اللي في هذه السنوات الأخيرة يعني ربما هاد سنتين أو ثلاث سنوات بصموع الاسم ديالهم فقس مواطنين الأول وهذو اللي غيعت ربما يعطيوا للفريق شيء الكاتير إن شاء الله ومدة زمنية طويلة أجواء اللي كمرفاء التربوس الإعدادي كمرفاء في هذه الأجواء احترافية مركزين بشكل كبير على المستوى المدني ومستوى الطاكتيكين على المدرب سي يوسف فرتوج والحمد لله عازمين بش نقول الكلمة ديالنا في هذه الموسم إن شاء الله هذه السنة إن شاء الله نقول الكلمة ديالنا سيرتون أنه لتحقوا لعبين مجرابين بالفارق إن شاء الله نقول الجمهور زمامري وجمهور الدكالي عامة سنناه فارق زمامري غادي يقول الكلمة دياله إن شاء الله في قسم الأول للسنة نتمنى أننا هذا الموسم نكونوا أبطال كيف ما يقولوا ونخرقوا الحادث للناس كاملين يتمنوا مننا أننا نكونوا عند حسن ضمن دياله هذا وسيخوض فريق نادة الزمامر مباراة ودي أخرى يوم السبت أمام فريق يوسفية برشيد على أن تستمر للسعدادات بعد عطلات عيدة لضحى المباركة